لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسا مرحب بكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة ابن حجر يوافق أخ بس قوم وفي الحلقة دي هنعرف حاجة جديدة ومفاجئات ومفيدة وقبل ما نبدأ هفكركم بكلام ابن تيمية اللي قلناه في أكتر من حلقة قبل كده فاتت في مجموعة فتاوي ابن تيمية كتاب العقيدة كتاب الأسماء والصفات وباقي المرجع هيكون قدامكم بيقول للأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام جبرية في باب القدر وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع من التجاحهم وقبل ما ابتدي معاكم الحلقة عاوز أشرح لكم معنا كلام ابن تيمية مرجئة في باب الأسماء والأحكام وهنبدأ بأول كلمة بدأ بها ابن تيمية مرجئة ونشوف تعرفها اللغوي فالإرجاء في اللغة التأخير زي كده ما في القرآن بيقول في صورة الأعراف 111 قالوا أرجح وأخاه أي أمهله وأخره وقد يطلق أيضا على إعطاء الرجاء وإطلاق اسم المرجئة على الفرقة المبتدعة بالمعنى الأول صحيح لأنهم أخروا العمل عن الإيمان أي أخروا أو لأنهم أخروا التعذيب عن العصار يبقى عرفنا معنى كلمة إرجاء لغويا بمعنى تأخير أو إمهال ولما نقول إرجاء العمل عن الإيمان يعني تأخير العمل عن الإيمان يعني العمل خارج عن الإيمان وهنشرح المعنى ده في الحلقة دي وفي الحلقة الجاية وطبعا زي ما التزمنا من خلال كلام ابن حجر ونشرح بقية كلام ابن تيمية مرجئة في باب الأسماء والأحكام باب الأسماء والأحكام وهنبدأ بأهم اسم في الباب ده وهو اسم الإيمان وهنشوف كلام ابن تيمية عن الخطأ في اسم الإيمان مجموعة فتاوي ابن تيمية بيقول فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث ويقول كده يعني إيه الكلام يعني اسم الإيمان ده محدش اخترعه وموجود في القرآن والسنة ونكمل كلام ابن تايمية بيقول فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث ولا كالخطأ في غيره من الأسماء إسكلت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق يعني ابن تايمية بيقول أن الخطأ في اسم الإيمان هترتب عليه الحكم إذ كان مسلم أو مؤمن أو كفر أو منافق ابن تايمية بيعتبر الخطأ في اسم الإيمان وتعريف إيه هو الإيمان هترتب عليه الخطأ في الأسماء المتعلقة باسم الإيمان والكفر وأيضا بالتالي الأحكام هتكون خطئة هنشوف أن في ناس كتير اتكلمت في اسم الإيمان ده وإزاي اختلفوا فيه من خلال مجموع فتاة ابن تايمية بيقول وكلام الناس في هذا الاسم هو مسماه كثير لأنه قد بالدين الذي يدور عليه وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمتح والزم والسواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام ناس كتير يعني اتكلمت في الإيمان لأنه متعلق بالسعادة والشقاء والجنة والمر ومرجعة في باب الأسماء والأحكام معناه إن إرجاء يعني إمهال وتأخير يبقى الإرجاء إمهال وتأخير والاسم ده بيطلق على اسم فاعل المعصية والأحكام هيدخل الجنة أو النار ومن دائمية هيوضح المعنى ده ويربطه بالتكفير أي الحكم على العمل بأنه كفر أو تفسيق أي أن العمل يحكم على صاحبه بالفسق والمولاة والمعادة في كتاب نواقد الإيمان القولية والعملية يقول لنا كده قال ابن تيمية اعلم إن مسائل التكفير والتفسيق هي مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة وتتعلق بها المولاة والمعادة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكفرين وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت وطبعا ده في مجموعة فتاوي ابن تيمية يعني لو اختلفنا في الإيمان هنختلف بالتالي في الوعد والوعيد يبقى الأسماء هي اسم الإيمان والكفر التي تتعلق بها أسماء من يتصف بها مؤمن أو كفر والأحكام هي هل هتدخل الجنة أو النار وخلينا نشوف الكتاب اللي جاي اسمه الموسوعة العقادية بيقول ومسائل الإيمان يعبر عنها الولماء يعبر عنها الولماء بمسائل الأسماء والأحكام بمعنى اسم العبد في الدنيا هل هو مؤمن أو كفر أو ناقص الإيمان وحكمه في الآخرة أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها ويخلط في الجنة ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان يبقى أحنا فهمنا يعني إيه مرجئة يعني تأخير العمل عن الإيمان والعمل خارج عن الإيمان وفهمنا يعني إيه اسم الإيمان اللي هيطلق على صاحب المعصية والحكم اللي هيترتب عليه هيدخل الجنة ولا النار لأن الإرجاء دي ده بدعا بتقول إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان ليه؟ لأن الأعمال خارج عن الإيمان ونرجع مرة تاني الكلام من تيمية الأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام ونشوف حكم السنة على المرجئة مع الشيخ محمد رسلان خلينا نشوف مع بعض قال شريك القاضي وذكر المرجئة هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبثة ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى وقال سفيان الثوري تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري والسابري نسبة إلى سابور وهو ملك من ملوك الفرس والثياب السابرية ثياب رقيقة جدا وقال سعيد بن جبير المرجئة يهود القبلة أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة واللالكائي في شرح وصول الاعتقاد وأخرج أيضا بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود وأخرج الخلال في السنة واللالكائي في أصول الاعتقاد عن إبراهيم النقعي قال لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة والأزارقة فرقة من الخوارج من أتباعنا في عبن الأزرق وأخرج الآجري في الشريعة أن النقعي سئل ما ترى في رأي المرجئة فقال أوه لفقوا أقوالا فأنا أخافهم على هذه الأمة والشر من قولهم كثير فإياك وإياه وفي شريعة عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه يعني أهل الإرجاء وقال الأوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولا ليس شيء من الأهواء أضر وأخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء الشيخ محمد رسولان بيقول أن المرجئة دول أخبث قوم لأنهم يجذبون على الله وأنهم يهود القبلة وأنهم شبه اليهود وأن فتنة المرجئة دي هي أخوف على الأمة من الأزارقة ودول من الخوارج وأنهم لفقوا أقوال وأنهم مبتدعة ونقل لنا أقوال علماء السنة على المرجئة ونشوف ابن حجر قال إيه عن المرجئة وحكمه وده في كتاب صحي البخاري كتاب الرقاق باب سفة الجنة والنار فتح الباري بيقول لنا إيه يقول لنا كده تمسك بعض المرجئة تمسك بعض المبتدعة من المرجئة وإحنا كل اللي يهمنا هو قول ابن حجر عن المرجئة أنهم إيه مبتدعة حكم عليهم أنهم مبتدعة طب هل ابن حجر وقع في البدعة دي برضو ولا لأ ولو أثبتنا أنه هو يوقع في البدعة دي فده طبعا بيدل على تنقض ابن حجر حتى في عقدته وابن حجر هيوضح السبب ليه هو بيعتبر المرجئة مبتدعة خلينا نرش نشوف الكتاب اللي الجاي سهل بخاري ده بالإيمان ببقول النبي بنية الإسلام على خمس فتح الباري بيشرح لنا بيقول لنا إيه والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط يعني ابن حجر بيعطي تعريف عن المرجئة أنهم بيقولوا أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط والكلام ده بيأكدوا ابن حجر برضو نقلا عن ابن حزم في صحيح البخاري كتاب التوحيد وبيقول لنا إيه وقال ابن حزم في كتاب الملل والنحل فرق المقررينة بمللة الإسلام خمس فأقرب فرق المرجئة من قال من قال الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست العبادة من الإيمان يعني إيه يعني إيه وليست العبادة من الإيمان يعني العبادة اللي هي الصوم والصلاة والزكاة والصدقة يعني إيمان المسلم اللي يصلي هو نفس إيمان اللي مش بيصلي والأخطر من كده معناها برضو اللي بيسجد لصنم هو مؤمن بالله وبيكون برضو مؤمن بالنسبة للمرجئة وبيكون إيمانه زي إيمان اللي مش بيسجد لصنم والكلام ده هنوضحه بالتفصيل في الحلقات الجاية وطالما إن العبادة مش من الإيمان يعني العمل لا يدخل في الإيمان عند المرجئة بعد ما شفنا كلام ابن حجر عن المرجئة واللي نقلوا عن تعريفهم للإيمان هعمل ليكم ملخص لحلقة النهاردة عرفنا معنا كلمة إرجاء وهو تأخير الأعمال عن الإيمان وعرفنا يعني إيه في باب الأسماء وشفنا اسم الإيمان اللي بيترتب عليه بيكون الإنسان مؤمن أو كفر أو منافق والأحكام والأحكام المقصود بيها الأحكام على المعاصي يعني اللي يرتكب الكبيرة في النار أم لا وهكذا وشفنا حكم أهل السنة وابن حجر على المرجئة إنهما مبتدعة لأنهم بيقولوا إن الإيمان أعتقد بالقلب ونطق باللسان فقط وكمان نفس الكلام قاله ابن حجر إن الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست العبادة من الإيمان وزي ما التزمنا في البرنامج ده إن احنا بنقول من كلام ابن حجر من خلال شرحه للبخاري هنشوف ابن حجر هل وافق المرجئة المبتدعة أم خالفهم تابعوني الحلقة الجاية ألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أنت ما نقمل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين حقل المسا اشتركوا في القناة